موسيقى مشاهدين وفي رياضة الوطنية الولى سهلة مرحب بكم مجديد في هذا الموعد من السوديو موسيقى مرحبا نيس مرحبا بكم المشاهدين الوطني محالنا الفني خالد المهلي ولاعب الدولي السابق مرحبا خالد ولاعب الدولي السابق عيسام مرديسي مرحبا عيسام أكيد بالنسبة لكم ومن ثم شاهدتم البارح الحلقة من السوديو اللي كان كنا سابقين احنا قبل حتى حال الاتحاد الافريقي لكورة القدم وقلنا اللي غينية هي اللي باش تترشح أو ترشح تقلنا البارح وهذا بالعودة بتبعت الحال إلى الفصل الـ 72 الخاص من المسابقة نهائية كأس افريقيا للأمم بالنظر للفصل هذه واللي فيه يعني حسب الكريتيري السادس العودة إلى الروح الرياضية لكن الاتحاد الافريقي كان نقح القانون هذه في جوان 2014 ومع بعد الكريتيري الخامس يسم ديلكتي بشيول القرعة هذه شطحة من شطحات الأخرى بالنسبة الاتحاد الافريقي لطفي بعد 24 ساعة كاملة المنتخبات الزوز مالي وغينية ومعرفوش راهم هل مترشحين للدورة بعد نهاية عملاء يخلوهم يستنابوا بقى الحال يجيوا غضوة يعملوا قرعة يعني منتخب بيت في النزل ومعرفش هل يترشح عملاء يلم حقايب مفاريش تويروح ولا يقعد يستنى يعني كان بالامكان تصير جوز بعد الماتش القرعة هذا مش غريب نيس على الاتحاد الافريقي اللي عودنا كما تحكي بالشطحات شفنا البارح ربما بعض القنوات الفضائية اللي كانت أعلنت على ترشح غيني الاستوائية ربما مشاول غيني الفصل لسانكسيوم عن هالعقوبات وبالتالي كان بالمفروض قبل المباراة يعلموا الفرق يعلموا المسؤولين كيفاش يتكون الترشح وهذه ربما بإن شاء الله تكون لهم درس معناها للدورات القادمة باش يقرأوا كل صغيرة وكبيرة خاصة على مستوى تأهل الفرق خطر معناها سابوي جي في فترة أخرى تعادلات في مجموعة واحدة وبالتالي لاخر لحظة لازمهم إن شاء الله حتى كانوا صعب أنوا الاتحاد الافريقي أنا نشك أنوا قادر باش يصلح الحكاية تانية خالد نهاية بعد المباراة يعني كاسبر جاك مدرب المنتخب المالي ولينا قائد الفريق سيدو كيتارين تأثر كبير بعد المباراة حتى رينا كاسبر جاك شيء دراس يعني كانوا مطلعين على الفصل هذية من القانون وكانوا مقتنعين اللي هما أراوحهم بعد المباراة من نظر إلى العقوبات يعني منتخب المالي عنده خمس انذارات والمنتخب غينيا عنده وزز انذارات فقط كما قال سيلوطفي هو المشكلة التنظيمية من الأول من المهرة وقبل المقابلة يكون كل فريق عارف الفرضيات اللي بيش خليه يتعدى ولا بشي يقعد يعني الهنا منتخب غينيا أكيد رفر حان برشا اليوم لأنه في مخه بعد المقابلة اللي هو انسحب لكن كان من أفروض التوضيح النقطة هذه بالذات بصراحة مشكلة بعد ما ترأى أنت التغيير متاع المقابلة متاع المنتخب متاعنا من مكاني لآخر للفصل هذية ورغم اللي المجموعة هذه كانت من لول فيها يعني فيها للإشكال هذا يعني كانوا النجم كنا نجم نشوفه زوز تعادلات البارح واحد واحد وقتها شنوه بشي يصير كانوا نجمون ربع منتخبات يقولون متساوي نجمون في نفس الوضعية وحسب ما سمعنا والسئة دانت عن القانون متاعنا وحسب القوانين تعالى الكاف كانت يعني الامور كل متاجع نحو الفير بلاي وشكون أحسن من المنافس متاعه لكن بين بعض المقابلة اللي فهم فصل آخر واللي تنقح في 2014 وما عندهمش بعلم المنتخبات والقاور ويحن في فرضية جديدة اللي هي متاع القرعة اللي أنصبت في الأخر متخب غينيا نتصور منهج ما يكون كان فرحان لكن المشاكل هذه بصراحة في مستوى متاع كاسفريقيا ون برنسيب ما يكونش ما يكونش فهمة يعني لا اختلاف لا غط جوز الامور تبدأ واضحة في حالة التساوي شكون يتعدوا وبينها طريق واضحة التراهي يعني كانت محق لإتحاد الأفريقي يعني في أنه إن اعتمد القرعة كان يمكن الاهتمام دع روح رياضية أفضل يعني الأنذارات أو الأوراق الحامرة تكون أفضل منه تمشي للقرعة تولي حتى الملعبية في الدور القادمة تولي تخاف يعني تولي تعتمد روح رياضية أكثر صحيح نيس ما اللي رزمه مع أنت اللي صار كما قال والوخيان أنه شطح من لكن هذا معمول به حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي يعني على الباليبي مع أنت كان القانون التنقح من جويلية أو لجوان 2014 أصبح معمول به على مستوى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلا الصعيد في المستوى الفيفا ما زال مويني باقري شطحية مع أنت اللي يوجع كون منتخب المالي منتخب يستحق كيف المرور المفروض أنه مع أنت الأجدر دي مع الميدان لكن هذا قانون وحاسب اعتقادي المنتخبات المعنية بالأمر على علم بالموضوع لأنه تم فرضية أخرى لو كان الكامرون البيرح عملت عدلت مع منتخب الكوديفور كانوا يصوروا قرعتين القرعة الأول لأنه شكون المنتخبات المشي ترشحوا والقرعة الثانية شكون مشي تكلاسة لولين وشكون مشي تكلاسة ثانية نتصور الفرضيات من كل المنتخبات عندي علم بها اليوم وقف هذه أنا شخصيا الاعتماد عن الروح الرياضية دي ما يكون أفضل خلي حتى المنتخبات يقرأوا حسابهم للشي هذا مش ينقصوا أكثر في الانظارات لأنه ممكن هذه الفرضية كانت نجمة تصير حتى يتحسنوا في المستوى حتى المستوى مع أنت الروح الرياضية وفي قلة الانظارات مع أنت زوز في المنتخبات هذون واضح لكم الساحب تبقى الحال احنا قلنا بالنسبة للبعال كنا اعتمدنا الفصل هذائي قلنا غيني هي اللي تراشحت للدور الربع النهائي وليوم القرعة أنصف المنتخب الغيني بالعودة بتبعت الحال إلى الروح الرياضية لكن اعتماد اليوم كان على القرعة نرجحنا منتخب الواطنين التونسي كما قلنا منذ البداية نمشي الأول حس تدريبي يقبل موبارات البلد المنظم كالعادة مع زميل محمد علي بوزجارو وصالح الهدوي استعدادا للدور الربع نهائي ضد البلد المنظم غينيا الاستوائية منتخبنا الوطني يبدأ في سلسلة تحذيراته قبل الموعد المرتقب يوم السابت 31 جنفي كل الأمال معلقة على عناصرنا الوطنية لاقتلاع ورقة العبور للدور المقبل رغم صعوبة المهمة هجوية خاصة ودموحات كبيرة لتشكينة المدرب جورج لكنس ولتقديم أفضل العروض وتجاوز غينيا الاستوائية وضرب موعد جديد مع تعلق في كان 2015 وضرب مستاج نوستان ماتش بياج معناه هم تاو يسان بخوناب لكيبادي يمي لازم نكونوا احنا كونسنتري لازمنا نخاف امرو احنا احنا قبل كل شي اذا كانوا حاضرين ونستغلوا الفرص اللي بشي جيونا خاطر قاعدين نشوف في كل ماتش قاعدين نخف الفرص ان شاء الله نحاولوا معتا المركيو بونتو ولا زوز بش نرتاح الماتش والحقيقة متاع وذول تنتظر فينا مقابلة سعيبة ياسر وحقيقة الميدان هي اللي بش تكون هي الواقعة في النهار السبت ان شاء الله ربي معنا نحنا اللي كيب كل معناها يعرف نعرف وشنو ينتظر فينا دكتور ما تخافش انتريمون رحديش متاع صباح في سخانة كما هذي خلقتها ما يفو انتريمون كيبدا ماتش ماتش تلاف هيا ممكن نحنا نعرف معتها حتى انسان يعرف من الحديش الماتش يزم مكتب عدو عشان سعنا حتونا نضرب الماتش 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 وذول المكانات التي لدينا وفوها لدينا جمال الساحي يتعرض لعديد الضغوطات لعدم القدوم ومدلات المساعدة المتخب جمال الساحي يلعب موهوب ويمكن تقديم الإضافة رغم الإصابة التي تتعرضها في وقت سابق وانا بش نحاول التحدث مع فريق يفضل إشكالي الضغوطات لدينا الضغوطات لدينا لدينا جمال ومدلات ومدلات موسيقى 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 بإسلام مؤهم شيء قال لي ديما الأجواء كل يوم وشوفوا الأجواء قاعدة تتحسن تكون طيبة خير من النهار اللي قبله والحمد لله معنى إصابات نشوفه في الدكتور والتصريح نتعب الحمد لله الحاجة الإيجابية كونه الحمد لله معنى لعبياتنا الكل في صحة جيدة المدرب عنده الخيارات الكل يجي يوظف اللاعبين حمزة قال حاجة باهية وحاجة مشوما كونه معنى التركيز موجود لكن إلا دي معنى كونه لكيب رونابل أنا نحب نقول كونه على إيبوك معنى ديما لكيب اللي تكون أخر معنى اللي جي من تالي كما نذكر دنمار على إيبوك تكون مفاجأة الدولة تكون هي المفاجأة معنى سيتام ماتش بيهج كما قال مش يكون سيبير موتيفي يلعبوا قدام جمهور معنى كل المكونات وفروا لهم كل المكونات لبتنجاح دونك معوش مش يكون ماش سهل مش يكون إن شاء الله امتداد للاستفاقة اللي ظاهروها لولاد في المستوى معنى نوضج التكتيك كبير إن شاء الله يا ربي لولاد يكونوا في فورما وإن شاء الله ينجحوا في المباراة للقادمة إن شاء الله واضح كإطراف الحساس الضم سيداتفي على شنو يصير التركيز خاصة لنا قبل يومين وأول حسن تدريبي بالنسبة للمنتخبنا الوطني والله التركيز نتصور الدسكور المدرب بيش يتغير الخطر كنا في على مستوى المجموعات معناها المنفسين تخلينا نترشح ما نترشحوش دونك تركيز بيش يكون أكثر على خطر مصيرنا بيدينا مقابلة نتصور الدسكور بيش يكون المقابلة تنرجم تلعب في 90 دقيقة تنرجم تلعب في 120 دقيقة تنرجم توصل ضربات جزاء دونك تركيز متاع مقابلة عنا الأليات أنا متفائل عنا الأليات فريقنا عنده الأليات متاع المرور للدور المقبل وبالعكس أنا ربما نختلف شوية مع عصاب الموتيفاسيون هي أكثر نحنا لأنه الفريق المنافس عنده أكثر ضغط كان خارج الكان يلقى روحه يعتبر أنجاز اللي وصلت للدور هذي يلقى روحه منظم البلد المنظم وممطن انجاز اللي هو في الدوزيام تورك شوفه احنا المعناها رشادين صحية في شعبه في تغيير الملعب في باتا في باتا وبالتالي نتصور أنا للبريسيون أكثر على الفريق المنافس إن شاء الله أولادنا احنا يستغلوا الضغط المسلط على المنافس وكما قلت لك عنها الآليات المرور بسهولة بصراحة ورح خالد أحكي المدرب على الضغط بالنسبة للاعبين خاصة بالنسبة لجمال السحي وخاصة عنه حاذا كانت معي يوهان توزغار لعب لونس اليوم جمال السحي جه تهديدات من الفريق المتاعه وبالتحديد من رئيس الجمعية المتاعه يقول له معناها أنت مشيت للمنطقة بتنجم بعد الكاس الأفريقي هذه ما ترجعش إلى متى يعني بالشيقات لاتحاد الأفريقي سيكت على مثل هذه الممارسات من الفرق الأوروبية وخاصة الجمعة التونسية اللي كنت القدمة اللي مطالبة اليوم بيش تحمي لعبها يوم مفروض بيش يكونوا حاضرين في الكمبيتسيون هذومة مع المنتخبات المتاعه صراحة التصريح متع رئيس نادي مونبلي ما ما تلقلوش تفسير صراحة أنا نندد به اللاعب المنتخب متاعه في معا بلاده في بيش يلعب دور ربع نهائي واسمع تصريح حكرا ما هوش لا فايدة اللاعب لا فايدة المنتخب لا فايدة الجو العام لا فايدة اسم اللاعب زادا صراحة كنت مستغرب برشا من التصريح متع الرئيس نادي مونبلي اللاعب قاعد يقوم بالواجب انتاعه لو كان لاعب آخر ما عارش أنا اللاعب عنده منوفردوا اللاعب فيرنسي ولا لاعب أوروبي ملي كي باسبور ومشافي تورنواء بشو قولوا الولاي ما تمشيش دونك الهنا بصراحة مستغرب يسر من التصريح هذا ان شاء الله اللي نتمنى هنا لجمال ساحي ما يتمسش يعني مونت المو بالتصريح هذا ولهنا بصراحة دور الجامعة دور الرئيس الجامعة باش يقف مع اللاعب متاعه ويحيتبيه كومي الفو وكان لزم يعطيه تطمينات ولا يعطيه دي غارانتي اللي هو مناجم حد يمسو تانك لابس المرئول متاع المنتخب التونسي من ناحية أخرى جمال ساحي الناس كل تعرف القيمة متاعه ولو لو نفرضوا ما هوش في منبلي بشيكون في فريق آخر ممكن أحسن منبلي دونك ان شاء الله نتمنى واللي نتمنى هنا باش التصريح هذا ما يكونش عنده يعني سلبيات بالنسبة لللاعب واللجاء وخاطر مستحقونه بصراحة في مقابلة مهمة برشا ربعا أيسام يوهان توزجار وقت وجهته الدعوة قالوا رفض يعني بشيكون مع المنتخب الوطني تونسي اليوم ظهرة الحقيقة يوهان توزجار يرجع اللونس يعني خلقوا لقوانها بطريقة صحية برشا يرجع اللونس وتحال مباشرة لسنف الأميل مش علم مع الفريق الأول يعني ممارسات هذه يعني نجم تضر حتى بمعنوية اللاعبين أكيد السلوكيات هذه ما أنت اللي قاعدين يتميشوا بيها الفرق الأوروبية وأنا لعبت شوية ونعرف ما أنت دو كويل شاجي دونك اللي قام به رئيس المنبليوي والمدربة بتاع لونس مع يوهان توزجار ما أنت أخلاقيا مواش رياضي لأنه نحب ولا ننكره اليوم جمع الساحي بطريقة رتوشية شوية يصير مش يتقلق هو نفس مش يتقلق على المستوى الشخصي وكيما قال خالد حتى المستوى مع المنتخب الوطني كيف كيف يوهان توزجار ممكن ممكن نفسيا نتمسلي أنه حبي شارك مع المنتخب لكن ما ينجمش شارك بفعل فعل دونك ممكن ما كانش حاضر على المستوى البدني بالرغم حتى ما وصلش على المستوى الذهني ما قواش حتى مع الفريق الأول بتالونس نتمنى كون السلوك هذا في أوروبا كما قال خالد ما يسيرش نحب نذكر كونه مثلا في فرنسا نصف لعبين المنتخب الفرنسي من أصول أفريقية اللي نجمهما يعملوا مع لعبين هكما نتصور شذي وترشي برشا النجوم كانوا مش حاضرين على المنتخبات مرفضوا بشي هذلك خايفين يعني لا يتحرموا من اللعب مع الاندي امتاحهم ما سلوت في من قاومونتاري إيسيان لعبين لجوم يعني كانوا غيبين في الكان هذه نرجع عن السؤال من الأول هو يبدو اللي أني استمى بوليميك كأنها الفرق الأوروبية تضغط على الكهف وش معاش تعمل كاس أفريقيا في الفترة هذه دونك خطر أبرامون يحسبوا فيها مادين هما يخلصوا في الملعبيتهم الملعبية بقين يغيبوا شهر ونص شهر على فرقهم دونك هما من حقهم لكن طريقة اللي يستعملوا فيها كما يحكوا لولاية توا ما هيش أخلاقية لخطر كمام ثمة وطنية ثمة فرق منتخبات ثمة ملعبية تحب تشرف منتخبات متاحة وبالتالي هو يبدو لي ثمة برادفير بين الكاف والفرق الأوروبية هذه الخطر السناء ربما تعرضانا أول مرة أحنا لعب تونسي كما تحكي أنت منتاري في غانا ولا عديد اللاعبين لأفرقاء بقين يتعرضوا للمشاكل هذه من ناحية التنقلات بشعبهم مع فرقهم إن شاء الله هون يتقع تدخل يصير تدخل تدخل الكاف لازم تحمل لعبيتها ولا تحمل فرق اللي ينتموا تحتها وبها يغيروا موعد دجاه هو توا ولا أمبيرو بير يبدو لي معنى الكاف ما تقبلش مع كاس مع كاس تعالب وكاس وروب دونك علش لا ما تقوليش تعب معنى نهائيات ندي ما تبقى مشكلة الحرارة هي العاق الوحيد بالنسبة للبندان مشكلة الحرارة والرزنامة متع الكاف تعرف اللي أنت تاخل شامبيونز ليج وكاس الكاف يبدأوا في مارس ويفاوا في أكتوبر وقتش تلعب بالكوب دافريكس من مستحيل يعني هذا الإشكال راو موش جديد تطرحف ومنقبل وما القاوش في الكنديسيون متع الفريقة وقتش تلعب يتعرف وقت في أبرتير من ماء بشوال يسخان وليس بورتابر واللاعبين نزيدك اللعبين يلعبوا في أوروبا اسكي وشتوفة والسيزان متعبش يلعب كوب دافريكس وقتها نأكد لك الفرق متع أوروبا الكل بشوال تشد اللعبين متاح خاطرهم يستنى بشوف السيزان بشترتاح بشعن بشعن سيزان جديد وقت يجيه هنا الكاف مهند حتى حل مع هذا يلعبوا في وسط الموسم ومبرنسيب ما يكونش فما إشكال كبير لكن مع هذا الفرق الأوروبي تعمل في برش أضغط على اللاعبين متاح على سورة والإستار وترى وانت تاخد منتخب كما كما الكود يفوار ترى النجوم متاح ممكن يكون هذا المستوى متاح مع الفرق متاح تحس في جوارات تلعب خايف من البلاسور خايف اللي يرجع للفريق متاح وهو عنده إشكال دونك هذا الكل يقعد يأثر ديريكت ما وان ديريكت ما على المستوى متاع المستوى متاع الكان وهذا اللي خلينا تواصلين اللي خلانين دي مره مفاجئة عليش مفاجئة صورتو من متخبات صغيرة اللي عندها اللاعبين يكونوا أكثر اللاعبين محليين يحبوا يبرزوا يحبوا وردي وروا يحم والأني الأوروبية خالد تقول لك أنا مجرمش سايبة من لعبي يمشي في الوضعية هذية يرجع لي مضروب ونشريه بمليارات يعني فلوس برشة فلوس حسابات يعني الضغط يتسلط حتى على اللاعب باش ما يكونش في حصل حالات متاعهم واضح تخسر تروح تربح تكمل المشوار بالنسبة للمنتخب التونسي نصور إنه عنده الخبث التكتيكي وعنده الدهاء وعنده المتوريتي التكنيكي اللي تخليه نجم يتعامل مع المباراة هذه بشكل إيجابي إذا نعرف ونمتص الضغط صرتهم متاع النص ساعة الأولى هم مشيكون هايجين جمهور مشيكون هايج الظروف هذيك الكل كان نعرف كيفيش ندخلوا في المقابلة ونعرف كيفيش نمتص جخولوا مباراة بشكل مباراة صعيبة بشكل على المتخب الغني خطر أمام الأرض والجمهور يزم ويربح المتخب التونسي الحقيقة ما هوش منتخب كبير بش نبديه واضحين لكن المتخب هذا ما ننساوش أنه أجبرنا على التعادل في تصفية كاس العالم 2014 مع ناش برش تقريبا في 2013 واحد واحد وقتها نبي معلول يدرب في المتخب وكنا عدلنا نتيجة بضربة جزائب بصعوبة كبيرة كان هو اللي يجاري في نساق المباراة واحنا تمكننا من التعديل بصعوبة كبيرة ربحناه هنا في تونس لكن يبقى المتخب بالنظر اللي يقدموا في الدور لول الحقيقة ما نسل ناوش حاجة كبيرة أي منتخب ينجم يكون حاضر بدنيا وذهنيا بشي تعمل مع المباراة ينجم قادر أنه يفؤس على متخب غينيا الاستيوائية تلتا بشي ممكن كنشوفوا المقابلات الأخرى وترتوا التشكيلة الأخرى اللي هبتت من نجموش نبدلوا فما ملاعبي ولا زوز ينجموا تبدلوا ماكسيموم تصور يستمسكني في وقت ما لو قاد كان ينجم موجود يكون موجود يعني وينجم يكون موجود يعطينا الإضافة من ناحية الهجومية والعمق الهجومي ونعرف يوز في كل وقت كما يستنشيخاوي نجم يعطيك كورة نجم التقلب مقابلة كاملة محمد علي منصر ديما تكون فما عنده لمسة موجودة في المقابلة الونانية شوفنا كيفاش يقدم مقابلة بايا وساجل في المقابلة الثانية زاد عمل تغيير كامل في نسق وفي نتيجة المباراة يسهل ثم برش حلول ناحية دفاعية ممكن بش نزيد ونقول ونحن في وقت من الأوقات نضمن أكثر لجانب الدفاعي رامي البدو ينجم يكون موجود على شير اليمين في بلاس حمز المطلوسي وينجم يكون يعطي أكثر أمان بالنسبة المنتخب الوطني التونسي الحاضر من ناحية الذهنية سورته ومور المو وينجم يقاوم في مقابلات كما ذي هو إن شاء الله بشيكون حاضر ونتمنى إن شاء الله كان الخير المتخبات يختار يظل أفضل ملعبين يكونوا حاضرين بدني خاطر على المستوى البدني المتخب الوطني التونسي شاهدناه يلعب كان شو التوحيد إن شاء الله في مباراة غيني الاستوائية شوفوا تشكيل التلعب يعني مباراة كاملة 90 دقيق إذا مش أكثر مشهول يعني الوقت الإضافي لما لا ضربات الجزاء يكون الحظ ما مع تونس مشكلين جدا الزملاء الصحفين وتقييم هم المتخب الوطني التونسي واستعداداته لمباراة القاد ما سلط في ظل اكتسبنا ثقافة جديدة حتى بالنسبة لأعلام التونسي وتعاطيه مع المتخب الوطني أثناء الكأس الأفريقي هذه حتى إذا كان فما نقص ولا فما حاجة غالطة ما نجميش نحكي وفيها تونكل المتخب ما زال في غمارة الكأس الأفريقي هذه نأجل كل شيء إلى ما بعد بتبيعة الحسم وآخر نتيجة المتخب هو تصرف سليم تشوف الصحافة صفي بارتي من المنتخب التونسي كلنا وراء المنتخب فنيين أحباء الصحافة دونك أكيد المنتخب فيه دي لكون لكن فيها حاجات إيجابية وبالتالي توا نقف معاه جيس كوبو تونكل المنتخب ماشي لازمنا نقف معاه لازم بالكلمة الباهية لازم خاصة على مستوى الأولاد الملعبية غادي يستنوا في الكلمة الباهية يستنوا في الترجيع إن شاء الله هم يفرحون خطر معنا كل شيء جاي قدري نصل الأقصى حاجة في التصفية هذه قدري نصل النهائي وعلى شلاء ما ناخده هاش خطر جمهورات بالمئة لما دو فاز فينا التعكوب دافريك 2006 2008 اللي الدورة الدورات كانوا في المستوى هذا مستوى ضعيف المنتخب المصري اللي بوك عرف كيفاش يستثمر الضعف الدورة واخدها علاش احنا ما ناخدهش ثقافة هذيك وقدري ناخده الكوب دافريك خطر تحسلي الشارع التونسي والفانيين وربما الأولاد يعرفوا حاسين لي ثم ما هوش المنتخب كامل لكن قدري نوصلوا فمعالمات معنا سيلوت في كنا بدأوا من باتشلول للثياني للثالث حتى ظهر العب شوي معنا فمبرشة فورس كانت الأسراث معناها كانت في صلحنا احنا زيد على ذلك بعدنا من اي بي بيين وظروف الإقامة الصعبة زيد على ذلك الأجواء الطيبة في المنتخب ما فهماش مشاكل أجواء العالميين فهماش إصابات هذه كلها تخلينا فهمها ريحة بتاعكي مش مش بيت شايف الكار هذه ان شاء الله ان شاء الله وكما تعكي ربما حتى لحكوا شوية فنيا المنتخب نتوى خصطنا لمستوى الدفاع يعرفي دفع دي جا مش من نهائية هذه من التصفيات مرينا بظروف صعبة للأمانة المدافعين حراسة المرمى ولي بي فو قاموا بدورهم ربما توق ان شاء الله ان شاء الله ونستم بيان للمهاجمين يعاونوا الدفاع اذا كان المهاجمين تشوف انت ثم فوليوم كبير متع فرص اذا كان المهاجمين يسجلوا اكثر من هدف المباراة حتى الدفاع توبقي يقبل في هدف معدل عادي في كل مباراة لكن في كل مباراة نسجلوا هدف فائد نسجلوا لكن قد ينسجلوا اكثر تعرف انت اذا كان وقت للهجوم يسرحك القدام يسجل لك زوز تفق اهداف يتنحف ضغط على الدفاع لخطر للأمانة الدفاع ولي بي فو والحلاص المرمى قايمين بدورهم احنا طول انتظروا في بوس زيدة من عند المهاجمين وعلى حمزان الموصلين للحديث نفس سيدة الايطار خلينا نخرج فاصل اشهاري ثم نعود خليكم معنا صباح الخير نعم بحل خير سيفاهمي فاش الناجم نعاونك اليوم فاش تعاوني يا اخي انتم في أورانج الموبيل امور واضح والانترنت زادت اما الفيكس يا ولدي علامة عم تكون مش فيكس حتى التوقع مش معقول هذا سيفاهمي عنا فيكس عنا فيكس عنا فيكس تتمتع فيكس اورانج من غير ما تبدل لنمروك للانستاليشن بتاعك زيدوا معاك في اوغانج بيزنيس منوصلك الفيكس اورانج وهكا تربح راحت بالك وتقتصد حتى الـ 40% من الفاتورة مغير ما تبدل نمروك ولا الانستاليشن في عك البيزنس شانجة في كورانج نجد تحية إلى كل مشاهدين متتابع رياض على الوطنية الأولى مواصلين الحديث عن سعدادة منتخب من المباراة غيني الاستيوائية خالد في الأدوار هذه شنين يحسن بالحزباليكينتي حزباليك هل أنا خبرة المدربين واختياراتهم أم تصبح خبرة الملعبية في التعاطي مع المباراة هذه هي اللي تحسب ليه بصراحة لازمك يكون عندك تنوع في كل شيء عندك مدرب اللي يعرف يتعامل مع المقابلات هذوما ومن ناحية هذه احنا عمنا نفيقة كبيرة في المدرب خاطر متصفيات بين المدرب واقعي ويقرأ كما يلزم المنافسين حاشتك بالخبرة على الميدان بصراحة ربع نهائي رو يتلعب ولا لدوار هذوما يتلعبوا على جزئيات مهم ياسر بشيكون عندك اللاعبين اللي عندهم الخبرة وفي المنتخب متاعنا ظهر لي كي ناخذوا لكلهم يعني حارس مرمى للمدافع اللاعب يعني اللاعب الارتكاز اللاعب بوسط الميدان الهجومي لكلهم لاعبين يعني عندهم عندهم الخبرة تبقى الحماس اللي مهم ياسر بصراحة وهم حاجة المجازفة خاطر المنتخب متاعنا رينيه في زوز مقابلت لونانية زرتو مهوش المنتخب اللي يجازف يلعب يعني افكي فريناج مهوش مهمش مسرحي الولاد بمكن بروبليم منطال لكن في الماتش الثالث وروا برش حاجات ورينا حتى ورينا حتى حاجات مرينيه همش في التصفية لكل يعني عمل منتخب متاعنا نص ساعة لولنية في شوط لول عشرة دقائق ولا خمسة دقيقة في شوط الثاني بتاع وراونا برش حاجات كورة ولعبنا لتاك رفيد لتاك بلاسي داك فما برش بوادر ايجابيات خلينا نبنيو عليهم للمقابل جاية ان شاء الله الولاد يكونوا في حسن حالات متاعهم النفسية بلايش بريسوه ما نكبروش الماتش وما يمتوه ما نصغروش نعطيو الحاجم متاعو وكيد عدنا العدنا الجزئيات والحاجات الكماليات ينجمو يمشيو بهم كيما الخبرة اللي قلنا مطلوبة برشا في الادوار هذه واضح ايسام شنه ثوابت بالنسبة لي كنتي بخلال التصفيات او المباريات الاولى ثلاث مباريات الثوابت بالنسبة لي نحنا قلل بش نحافظ عليهم وشنه الحاجات المطالبين بش نغيروها في المباريات القادمة حسب لك شوف بالنسبة لي اكيد ان لازم نبنيوه على المباريات الثالثة يعني المباريات الاولى والثانية مكناش في المستوى اللي متأملينه نفس الكل البيئة هي كونه في المباريات الثالثة تحسنها من عدة نواحي مع انت الديفونسيف ماهو في الميليو التيران سير البلان مع انت اوفونسيف كي تشوف البلسمور وبلسمور ديفونسيف مع انت احنا اذا كان نحكيه على الماتش الأول والماتش الثاني مع انت استاتيستيك اكثر الفرص تخلقوا ضد المنتخب التونسي في زوز ماتشوات الأولى اذا نحكيه في الماتش الثالث مع انت اخلقنا برشة فرص مع انت سيطرنا على المنافس كامل الشوط الأولى عملنا معانتها ديكمبينيزون حلوين مع انت وصلنا مع انتها هددنا المنافس الشيخاوي كان في احسن حالته وكان يعاون برشة ديفونسيف ماهو مع انت وصلنا للوبجيكتيف كيما يقول مع انت ما كناش ما كانتش بيرفورمانس مع انت كبيرة مع انت تيلة تسعين دقيقة لكن ثم تحسن ملحوظ بالباريبور لدو ماتش الولى الباهي اللي لازم نبنيه عليه كونه البلبولي ديما معانتها اللي يتقال على اليمان الليني ديفونسيف قربت اكثر الحوسين معانتها عطال البلويس معانتها قرب اكثر الديفونس كان معانتها كمبليمونتير مع فرجاني كيما سير البلون اوفونسيف لكيش كان يقلق برشة دانك معانتها اللي كنا نتعمل فيه في زوز ماتشوات الولى قناة في الماتش الثالث نحاولوا نبنيه على الماتش الثالث نحاولوا ديما نتحسنوا اكثر في اللي لاكوين اللي يظهروننا حتى في الماتش الثالث سيرتوه في اليفان ديرنيم يونيت بتال ماتش على هذا ان شاء الله نتأملوا معانتها اكثر من المنتخب مش نلعبوا ضد منتخب غنيا الاستيوائية مرة اخرى حب نقول كونه المنتخب هذا مش يكون موتيفي مش بريسي دونك مش يكون وصل له وبالنسبة له وصل للوبجيكتيف بتاعه وصل للانكار جاء من اخر منتخب في المالجرين ما كانش متاهل معانتها في اللي تور ديليمينة توار التضاف هو التظاهرة هذي وصل للربع نهائي بالنسبة له ممكن لوبجيكتيف هتا دونك لبريسيون مش تكون كما قالوا الخيان على المنتخب التونسي اللي نحن الوبجيكتيف بتاعنا نوصل للنصف نهائي واكثر ان شاء الله واضح سيلوت فيه بالنسبة للثوابت احكينا عليهم بالنسبة للكانسرا ثنائي المحور هو قيمة ثابتة بالنسبة للكانسرا ايضا عني معلوم راو الشيخاوي هذوما بالنسبة للكانسرا الثوابت المنجموش يتغيروا زيدهم عليهم العكيشي لعب ثلاث مباريات للأول زيد عليهم حصينا زيد الرائد وفرجان السياسي اللي قدموا مبارات كبيرة وظهر اللي كانوا لكن تغيروا انا احكيلك ما تغيروش في ثلاث مباريات لا في بالي تقصد للمقابلة القادمة انتي ايه في ثلاث مباريات اللي ما تغيروش يعني تلا بشي يستحفظ عليهم ام بشي يغير هو صال اوتوماتيزم معناها في ثلاث مباريات اكيد يصير اوتوماتيزم من حارس المرمى لخط الدفاع نزيده لدول بيفو اللي ما هذا بدون استنقاص من قيمة حسين ناطر والجمال السائي لكن المقابلة الاخيرة بصراحة كان تفاهم كبير بين حسين وفرجان احنا نعرفه حسين اكثر بيفو طنبان فرجاني يمشي لقدام عنده نفس هجومي نفس هجومي قام بدوره ربما لو كان مشات الكورة كان يسجل هدفه لاثنين فرجاني دونك في الربلي ديفونسيف يرجع في سعى وبالتالي الثوابت هذه علاش لا ما لنزيدوش نبنو عليها نتصور انا المدرب ديما اقرب هو للمجموعة اقرب الاولاد اقرب بشي يعمل لكتور متاع المنافس خط الدفاع واللي بيفو ما نصورش كان يمسهم ربما التشكيلة تتمسش فيها ملاعبي واحد ربما في على منتأكيد قبل شوية على شرميتي تراشلي فماش خياري الممبارات هذه عندوش بلاسة شرميتي في التشكيلة حتى كخيار يعني بديل بشيكون في شوة ثانية خلال المبارات والله طبش نكون صادقين الشرميتي كان ينجم يدخل في المبارات الفارتة خاصة المبارات الاخيرة وقت اللي ولا عنا برشة اسباس لكن طوى وقت اللي العكاشي عاملت واماتش تكشي سيب ثم فوليوم دوجو عند العكاشي ثم معناها نسقم طعم مباريات وان بلوس العكاشي بقي يسجل بقي يقلق بالمنافس مراش اللي ثم إجبارية للتغيير لكن الراء اللي في بعض الحالات ثم ديسبوزيتيف تاكتيك وإلا أوقات من المبارات كان ينجم يكون الشرميتي متواجدة وطبع طبيعة اللعبة يعني ونتيجة المبارات هي تفرضت للتغييرات المبارات الفارتة وقت اللي احنا متقدمين المنافس خرجنا خلى مساحات كبيرة برشة ربما هون يرموش لو كقراءة كان ينجم دخول الشرميتي يكون أحسن من دخول حمزة يونس والنسبة للثوابت شوه بصراحة اليوم فما اللاعبين متجم بش تمسهم الحارس المرمى البلبولي بصراحة ستانلي دور وقاعد يعتفيش في رون دمو أكيد ومؤكد بش يكون موجود عندك المدافعين القيناة الثنائي المحور اللي فما برشة تاجانوا اسم بيناتهم وعندهم مدالعب وهم برد ثالث كان ثالث ياقوب يعني حكي هذوم اللاعبين اللي ما يتمسوش في أي تكتيب شعب بربعة بثلاثة مدافعين ما مش يتمسو تزوز مدافعين للمحور عبد النور وسام بن يوسف وعلي معلول هذوم تلاثة لاعبين ما تنجمش تمسوهم خطر لاعبين عندهم القدرة بش يلعبولك في الاربعة مدافعين ولا في ثلاثة مدافعين بش يكونوا موجودين شيخاوي أكيد ما يتمسش في الوضع هذا كيف كيف أحمد العكاشي اللي قاعد يعني في تحطوا اللاعب اللي يحتفيك في البروفوندور رسول الجوار اللي قاعد يمشي بخدامة الباقي الكل في وسط الميدان الدفاعي والهجومي المدرب قاعد يتعامل سنوء الأدفرسير بش يلعب له كان عنده أدفرسير اللي رأى في وسط الميدان ما هوش قوي وإحنا قادرين بش نصنعوا اللعب يحطوا اللاعبين اللي عندهم للفوكاسيون أوفنسيف أكثر كان يلا يرى اللي مثلا المنافسة عبوله عنده اللاعب مثلا اللي فيكون محوري ويكون أكثر عنده يعني لمسة فنية وإلا ينجمي يقلق الدفونس متاعنا ويكون في الوجه وقتها يكون حسين الراجد موجود باش يمتصر العمق العمق في وسط الميدان سنوء الباقي لكل هذي حاجة رويجابية برشا وقت ليبدأ عندك دوبليون نحن نشوف اليوم قبل ما نمشي وكنا متخوفين ياسر من الغيابة منطع فخرين بن يوسف وصابر خليفة لكن اليوم كترى المنتخب وكنا متخوفين أيضا من رأس حربة سريح مع ناشي ولينا اليوم رأو يعني عدنا ديزوبسيون في البوست الكل يعني اليوم المنتخب موش متقلق معندوش شرير لتيرال درواء تلقى البدوي لتيرال جوش فاركزامل هنا هو البتاتر المشكل الوحيد لعلي معلول كما قلنا يعطيك يعني ساتيسفاكشون سويلعب في الاربع اثنين وإلا في الثلاثة بشي لعب الكيكسونتري في وسط الميدان لعبنا بناطر والراجد والسايحي والفرجاني سايحي يعني اللاعب بالوسط القدام كيف كيف لعب علي محمد علي منصر وكان مفاشئة صار ياسر لعب الخزري لعب يوسف المساكني دواء كله هنا بصراحة يعني رغم اللي مشينا وناس كل ماشي بالو مشن نكونوا متقلقين عن من ناحية الهجومية إلا أنه المنتخب بصراحة فاجأ الناس الكل واليوم المدرب اليوم شي يحط لحداش أبارن كما قلنا ثلاثة المدافعين وحارس المرمى ويسين شيخاوي العكيجي نجم ترى أي واحد حتى اللي مع ألعب حتى دقيقة مثلا لإكزامبل 1100 نجم يكون يعني حل وفي مستوا به ونقدي ما تبقى الأرقام هي المقياس وكل الأرقام إلى جانب المدرب الوطني والناخب الوطني جورج ليكانس كما حكينا منذ البداية نمشي وتوى التقديم لثمانية مدربين اللي بيش يخذوا الدور الرابع النهائي في انترفيو المدرب نادي حماملان في جيرار بيشير في تصريح يسامي ابو عزيز ورمزي القلعي بكل المقاييس حطمت نسخة 30 ملكان بغينية الاستوائية الرقم القياسي لعدد المدربين الأجانب ب13 مدرب أجنبي من مجموع 16 منتخبت أهل الكلمة كانت المدرسة الفرنسية اللي من أصل خمسة مدربين في الدورة أربع منهم باش يكونوا متواجدين في الدورة الرابع نهائي أبرزهم كلود لورواء مدرب الكونغو اللي شارك المرة الثامنة في بطولة قرية كلود لورواء عمل معزم على الكونغو كي تعدت للدورة الثانية من الكان هو صديق قريب لي ونتمله النجاح المدرب الفرنسي الثاني هو كريستيان غوركيوف اللي يمكن منتخب الجزائري من مرور الدورة القادمة ثالث المدربين الفرنسيين هو إيرفي ريونار اللي توج مع المنتخب الزامبي الأول مرة في 2012 يتمكن من مرور بالفائل الإيوارية إلى الدورة القادمة رابع مدرب فرنسي هو ميشيل دوسايي الفني الأول على رأس المنتخب الغيني اللي أنصفت القرعة اليوم بالمرور الدورة الرابعة نهائي على حساب المنتخب المالي نجاحات بالجملة للمدربين الفرنسيين اللي أظهروا قوتهم على مستوى تكتيك وفي قيادة منتخباتهم أدور متقدمة ما نتصورهيش سيطرة الفرنسيين التقات موجودة في كل البلدان حتى في تونس الكفايات موجودة لكن المدرسة الفرنسية تمتاز بالتكوين الجيد وتعرف كيفاش تتعامل مع الكورة الافريقية اللي تملك نفس خاصيات الكورة الفرنسية بالإضافة للمدربين الفرنسيين متواجدين في الدورة الرابعة نهائي نجد البلجيكي جورج لیکنز اللي سيهم في قيادة نصور كارتاج الدورة الثمانية على المجموعة ثانية وفي المركز الأول تواصل النجاحات والمبرايط الرسمية مدرب لا يعترف بالخسارة منذ تولي الإشراف على متخبنا الوطني تونس لها مكانيات تسمح للمرور على حساب غيني الاستوائية والوصول للنصف النهائي في الناس استيبان بيكر مدرب غيني الاستوائية اللي حقق نجاحات مع متخب السيدات قبل 13 سنين يحقق أمال البلد المنظم ويتواصل نجاح متخب الأول للرجال أفرام غرانت مدرب تشلسي سابقا يحقق أمال الغنيين ويمر عن مجموعة صعبة ضمة الجزائر السنغال وجنوب أفريقيا مدرب غيني هو صديقلية لكن نتصور غانا تملك مجموعة ممتازة ومن الصعب تجاوزها مدرب محلي وحيد متواجد في الدور الرابع النهائي هو فلوران إيبانغي في الكونغو ديمقراطية اللي حقق مبتغ الكونغوليين ويمر عن مجموعة ثانية صحبة المنتخبات تونسي إذن ثمانية مدربين في تحدي صعب تحدي دور الرابع النهائي ويبقى خالد المدرسة الفرنسية هي التاغي على دور الرابع النهائي ولو أنهم عادشة مدارس بقدر ما هي جاهزية واستعداد بالنسبة للمنتخبات وإحنا خلنا تجارب على مدرسة كل تقريبا وإخيرا المدرسة الهولندية أكيد تعرف ديما في أفريقيا حكم الاستعمار الفرنسي لأغلب البلدين أفريقيا والتعامل مع المدرسة الفرنسية اللغة كيف تلعب دور كبير جينوريزيتين للمدربين الفرنسيين بصراحة زادة لما يقلقهم مش مشيرين حتى منتخب مغمور الليسانسي اللي يخدم ويحسن من المنتخبات هذو ظهر لي في كل اديسيون نلقاو المدربين الفرنسيين هم اللي أكثر وهما اللي يكون عندهم يعني حضور أكثر من الجنسيات الأخرى تبقى ديما غانا الإكسيبسيون نيجيريا خاطر تعرف حكم اللغة بلدان يعني يتكلموا اللغة الإنجليزية ديما تلقى مدرب يعني أغلب الأحيان 90-99% يكون مهوش ما يتكلمش للفرنسية لكن تقعد كورة القدم يعني شاملة تلقى فيها الجنسيات الكل الإكسامبل تونس رودو كرول هولندي وجهة درر في تونس دونك تقعد ديما الكفاءة هي اللي تحكمها بين المدربين وإنه على مستوى الإفريقي المدربين الفرنسيين ديما عندهم أكثر خبرة من الجنسيات الأخرى عيسان بالنسبة لي كنتي ثمانية مدربين هذوم كيفش ترى حضوظهم وشكون المفاجأة بالنسبة لي كنتي في المدربين هذوم بالنسبة لي المدربين ثم برشة مدربين ظهروا حنكة كبيرة وحقهم مفاشا من المنتخبات بتاعهم خاصة بون كلود لوروان ما نجموش نحكي وعليلي أنه كل منتخب خذاه لو ظهر حط الطابعة بتاعه وظهر ما عندها الكفاءات بتاعه وظهر كونه يوصل ديجاب المنتخب بذلك للأخر لكن المفاشا أنه المدرب بيكر المدرب غينية الاستوائية لأنه خذا المنتخب أقبل بجمعتين ووصل اليوم للدور ربع نهائي نعتقد هذا إنجاز يحسب له كيف كيف مدرب الكونغو الديمقراطية لأنه مدرب محلي ويعتمد أكثرية على اللاعبين المحليين خاصة اللاعبين مازينبي والفيتا كلوب نعتقد كونه المنتخب بهذا كما كان يحكي خالد على الأول التو والله والمنتخبات اللي أكثر اللاعبين ينشطوا في البطولة المحلية هم اللي حقوا المفاشا وهم المعنى اللي يقلقوا المنتخبات الكبار دون كان نتوقع كونه المدرب تالكونغو الديمقراطية ما زال يحقق معنتها مفاشاة أخرى واضحة سيلوت في المدرب التونسي اللي كان رغم قليت خبرته يعني بالأفريق اللي أنه تكلاس مع المدربين هذوم أرى أنه عنده حنكة مع المدربين هذوم معرفة وديري كبير والله حنكة ربما وقعية وقعية في التعامل مع المنتخب تونس وقعية في التعامل من المنفسين من التصفية نرجع لحتى التوقع يعني مش وزار مع المخصر حتى مباراة دونك تم قراءة فلنية جيدة للمنفسين دونك العنوان المدربنا اللي كانز هي الواقعية واضح مزين المواصل مع المدربين نمشيوا الحوار مع مدرب كونغو كلود لرواء وحقيقة العرض من المنتخب الوطاة يونسي في حوار مع زمين مراد عمر كلود لرواء من موليد ستة فيفري 48 مدرب فرنسي أشهر من نار على العالم رحالة خبير باجو الكورة الأفريقية في رسيد 34 مباراة كمدرب لمتخبات القرى السمراء في نهاية الكان أشهر فرح حوظ أشهر المتخبات الأفريقية من بينها البلاك السارس الغانية الكونغو ديمقراطية وبطل مع الأسود الكامرونية في نسخ 18 منذ 2013 لرواء في تحدي الجسيم بألوان مغايرة مع الكونغو برازافين يبحث عن مجد جديد على أرض غيني الاستيوائية كنتم بين الأسماء المقترحة لتدريب المتخبات التونسي في السابق لم يكن لي أي اتصال رسمي مع منتخبكم الوطني أعشق وارتقدم تونسي أعشق بلدكم زرت تونس في عديد من التربوسات عندما كنتم مدربا لباريسان جرمان والمنتخب الكامروني والسينيغال كيف تقيم حظوظ المنتخب الوطني فيما تبقى من نهاية الكل تأهلتم إلى دوربانيائي فهذا في حديثة إنجلس منتخبكم اتصمت مباريته بالجدية الانذيبات وكان منظم لمست المدرب واضحة وراء هذا التألق ولديكم لعبون يتمتعون بموهبة كبيرة أرى أن المنتخب التونسي سيدا بعيدا في ذا ما سابقا كما شاهدته قال معنا جاني حتى عرض رسمي لكن ظهر أي ساهم عنده الجهزية مستعد في كل وقت خلال تصريح يحب يجي تورس أكيد نتصور أي مدرب يتمنى يدرب المنتخب التونسي للقيمة بالكورة التونسية والكورة التونسية ساعتع على المستوى العالمي لذلك شرف نتصور أي مدرب يدرب المنتخب التونسي نقطة بالنسبة لكلود روات فرشت له حتى في ميشون سبورتي كونه معناتها إنسان يعرف كيفاش يتعامل خاصة من الناحية نفسية مع اللاعبين بتاعه فرشت له دير نير مو كيفاش معنات يدرب في المنتخب الغيني معناتها عنده كاركتير ما شوفتهاش في برشة مدربين إنسان معناتها يتعامل بواقعية كما قلت مع أنت أنا المدربين اللي يعجبوني أنه تحطوا مع أي منتخب ولا مع أي فريق يحط البصمة بتاعه ويجي من ينجح مع أي فريق كان مش إلا مع المنتخبات الكبرى المدرب هذي أنا شخصيا يعجبني كما قلت لك وفريمو يتعامل بحيرة فيه كبيرة برشة مع اللاعبين بتاعه وضح باتبع الاتصال كان مع كلود ديرواء قبل يعني ما يصير الاتفاق رسميا مع اللي كانز لكن طبعا بأنها نتيج ماشية مع اللي كانز وإن شاء الله تتواصل بتبع التحال كلود ديرواء وفي كل شي نحكي بتبع التحال على مش نضم منتخبات تونسية سابقا لكن خبرت المدرب هذي سيلوت فيه وتعاملوا مع الأفريقي تخليه يمشي لبايد إن شاء الله كان في الكاس الأفريقي هذي صحيح لكن زيدا تم بار من الملعبية ملعبية ما نصورش ما عنده أحسن ملعبية لكن هو ديجا عنده إنجاز تولي البساج في الدوزين طول لكن ديما أنا نمن زيدا بقدرة الملعبية ورسلتوه على البلان فيزيك في البلان منتال وتكتيك إذا كان الملعبية متاعوا قادرين هو معنا البار متاع المدرب أوكي وصلوا لكن تولي زيدا فيها قوة الملعبية خاصة على مستوى الخبر والحضور الذهني في الأدوار المتقدمة وضح ووضح وظهر أسرار لك أنزح بيدخل للتاريخ من خلال هذه التجربة خاصة كونه كما حكينا على مستوى بالنسبة للمنتخبات قادر منتخبنا الوطني بشي يمشي لفعيد في الكان هذي ورقام من الكان أبرز انتجات اللي بقات في الدور الأول من الكان هذي دور الأول المنتخبات كانت مؤهلة للعب الأدوار الأولى الكاميرونة زامبيا وسينيجال تدفع الثمن غينيا تتأهل بالقرعة للربع النهائي المرة الأولى يقع الحسن في الترشح للدور الثاني في آخر جولة على مستوى الأرقام 45 هدف تسجلت في 24 مقابلة 25 هدف منها بفضل منتخبات المجموعة الثاتة الجزائر هي الأنجع بتسجيل خمسة أهداف أما أضعف خط هجوم فهو الكافذير وبوركينا فاسو بهدف وحيد الثلاثي أحمد العكيشي أندري أيو بفوماء هو الوحيد اللي تمكن من تسجيل زوز أهداف البطاقات الصفراء رفعت في 58 مناسبة والحمراء في مناسبة وحيدة في 24 مقابلة أدارها 19 محكم ولم نسجل خلالها إلا 6 ضربات جزائر تم إهدار 2 منها والبقية تسجل المنتخب الجزائري هو الوحيد اللي تمكن من تسجيل الثلاثة أهداف في مقابلة واحدة كان ذلك أمام جنوب أفريقيا وهو الأضعف على المستوى الدفاعي بقبول 6 أهداف في الدور الأول منتخب الكونغو هو الوحيد اللي بلغ 7 نقاط بزوز انتصارات وتعادل 6 من المنتخبات الثمانية اللي ترشحت للربع النهائي سبق لها التتويج باللقب القاري الغنيتان هما ثناء الوحيد دون تتويج فهل تتمكن أحدهما من تحقيق ذلك في كان يبقى فيها كل شيء ممكن إذا نعبر زنيتان دجيت والأرقام من هذه الكام بتحية لسني بالعام ولبنالجار في قاعدين عاونوا فينا هما أيضا بعض الأرقام اللي كان هذه وارقام بقا ترسخة في بيلهم نمشي معكم أنتم وبعض الأرقام نمشي معك خالد شنين الأرقام اللي بقا ترسخة في بيلك متبيعة الحال من قراءة حمودة بن سليم خلال الدور الأول هو الأرقام بكل بصراحة ضعيفة الهدف متاعي لحد الآن لاعب ثلاثة مقابلين تسجل هدف يعني أكثر ظهر لي أضعف نسبة في تاريخ في تاريخ الكار وتصور عادي خاطر نفهمهش بصراحة هالي ستار اللي يكون أراهو أقبل اللي يكون أراهو في اللي كان إيتود ركباء ممكننا تصور سليماني بشيكون أحد المفاجئات لكن لحد الآن ما زيل ما ورحة شي في اللي تاب شو دخلوا للمنتخبات اللي تعديوا الكل بصراحة أبار جيان اللي مهاجم عالمي بصراحة عنده قيمة كبيرة ياسر خاصة مباراة عادة مباراة عادية لكن سجل هدف أبار جيان ما فاماش مهاجمين اللي استنى منهم بشي عملوا يعني إكس بلوا كبير ياسر جيرفينو اللي بش يرجع ينجمش يكون مفاجئة ينجم جيرفينو ولكن بصراحة أقول لك الكوديفور تحس منتخب ما هوش لمركز مية في المية يعني تحس اللاعبين وحكينا فيه الموضوع خبيلا الناس تخم في رقمتها في أوروبا ويلعب والي يكونوا ما يحبش يتضرب تاتر وشوف التصرف عنده بتاع جيرفينو متقعد بات اللاعب فيه مستوى كبير ياسر ويعمل حركة كيفة وريك اللي الجاهزية النفسية ما هوش موجود يعني اللاعب اللي بدن موجود لكن المخ ما هوش المخ أيار ذاك بصراحة ممكن نرىه من نسب متاع تسجيل الهداف في الكان هذي وضع خمسة وردين هذا ثم رقم آخر غريب شوية هو في الكان هذي اللي من ثم حتى فريق انتصرز مقابلات سكسيسيف معناها في العادة دي من ثم فريق يظهر من الأول اللي هو مراهل ولا يترشح مدوزيا متش المرة هذي ظهر للمجموعات الأربعة بقنا نستنى لكل كيباد كل الآخر جورني باش يبان وحاجة أخرى سيلوتي بالنسبة للمهاجمين حتى ملعبي أبارلا كيشي مركة دوبلي يعني في الدورة الأول كنا نتاثر فم لعبية مركة يوبة ثلاثة وحتى الأربعة هدف مستوى مستوى تهديف ثلاثة هداف منتخب الجزيري في مناسبة واحدة لكن من الأهم الحاجات أن المستوى متقارب برشا بنقول لكم عنها أول مرة مثلا ماش من كاتبول مثلا ماش فريق يضمن الترشح من دوزيا متش نونك في رقل كل تعطلت كل سوال بلزيا متش ولا دوزيا متش نونك بقين نستنى وزدأ هاتي هذه أرقام خاصة بالكاس فريقي أيسام الأرقام هذه تأدينا الحاجة واحدة كما حكي يعني كل المنتخبات متقاربة وأي مفاجئة واردة في الدولة هذه صحيح هو المالورزمون المستوى بتالمنتخبات الكل حتى ما علينا نشوفه مستوى متوسط بتتظاهر ككل لكن حسب الأرقام كما نشوفنا كون المنتخب الجزيري عنده أحسن خط هجوم اليوم هذا شيء مفرح مالجري كما قال خالد كنا نستنعه في سليماني ولا بالفوديل ولا سوداني لكن المدرب كان مثلا سليماني ما لعبش المباراة الأخرانية ما لتخل في الماتش الثاني ما كانش معانتا ديما يلعب على هذا ما شوفناش مهاجم صريح في كل المباراة حتى في المنتخب بتونسي شوفنا العكاشي وكي يلعب ثلاثة ماتشوات لكن ما وصلناش للمستوى اللي خلاننا نخلق برشة فرص في كل المباراة نحنا الأول فرصة خلقناها في الماتش الثاني في دقيقة 70 سجلنا هدف في المباراة الأخيرة خلقنا برشة فرص لكن سجلنا كيف كيف هدف بعد عمل فردي من الشيخاوي على هذا معانتا المستوى خاصة من الناحية الهجومية تول مبنتخبات الكل اللي تلعب مش ما تخسرش دونك الدافع أكثر من يتهاجم واضح نمشي فقر القرى من البرنامج ويبلا كان في قراءة الزميل وليد نوير مرحبا بكم في جولة العادة عبر الويب نبدأ ببعض أرقام الدور الأول من الكان 45 هو عدد الأهداف المسجلة في 24 مباراة وهو الثاني أسوأ حصيلة بعد كان 2002 اللي تسجل في دورها الأول 35 هدف فقط وهو ما يعطي معادل 1.8 هدف في المباراة الوحدة ديما مع أرقام الهجوم المنتخب الجزائري كان أحسن فريق هجوميا بتسجيله لخمس أهداف في الدور الأول دفاعيا بفضل هدف غادل اترشح البارح المنتخب الإفواري بعد انتصاره على الكامرون الصحافة الإفوارية اللي كانت شبه غائبة في بقية المباريات تلهيت بالانتصار هذا وكتبة جريدة الباتريوت جريدة نور سود كتبة جريدة جريدة من الجهة الأخرى الصحافة الكامرونية كانت متأسفة لخروج الأسود وقرينا في موقع وفي نفس الموقع قرينا مقال آخر يطالب بإيقالة المدرب الألماني وكأنه الانسحاب من الدور الأول ما كانش كافي للكامرونيين اللي يلقاوا رواحهم أمام فاضيحة أخرى اليوم وقت اللي حابوا يغادر النوزل اللي كانوا مقيمين فيه وإدارة النوزل احتجزت مفاتيح بعض الغرف بسبب عدم خلاص كامل فاتورة الإيقامة غينيا ومالي المتعادلين تقريبا على طول الخط ابقوا يستنوا على عصابهم وهو ما سميته جريدة الشروق الجزائرية فاضيحة أخرى لهيئة عيسى حياته لأنه كان من المفروض إجراء القرعة في يوم المباراة كما صار في 1972 وإلا في 1988 قلنا غينيا ومالي متعادلين في كل شي تقريبا إلا في الروح الرياضية وهو ترتيب كان يعطي الأفضل للغينيا لو تم اعتماده نظرا لحصولها على انذارين فقط مقابل خمسة للماليين لكن مرة أخرى وبما أنه في إفريقيا ترتيب الروح الرياضية كي بيه كي بلاش وغينيا استنات القرعة باش تمر للدور الموالي ونختم بفضاء حلف رق الأوروبية مع المنتخبات الإفريقية الفاضيحة الأولى بطلها فريق ويستهام الإنجليزي اللي رفض تسريح ديافراساكو للمنتخب السينيغالي بداعي الإصابة لكن وأثناء الكان اللعب السينيغالي رجع يلعب مع فريقه وسجل هدف زادا مسؤوله سينيغال قالوا أنهم باش يشكيوا للفيفا الفاضيحة الثانية تهم لعبنا التونسي يوان توزغار اللي تواجهت له الدعوة للمشاركة في الكال وتغيب لأسباب مجهولة توزغار بعد مشد صحيح لمغادرة فريق لانس يتصالع مع إدارة الفريق وتمت معاقب تورمزيا باللعب مع الفريق الثاني لانس الفاضيحة الثالثة بطلها رئيس فريق مونبولي الفرنسي نيكولان اللي يلعب فيه جمال السيحي المعروف بتصريحاته النارية نيكولان قال سيحي برستي أن تونيزي سيفو سيحي نجم يقعد في تونس كان يحب وزيد أكثر في الحد متاع موقفه وقت لأضاف المرة الجاية منشريش لعب باش يشارك في كأس إفريقيا إذن نكون بدين للحديث عن يوهان والسيحي والحادة هذه الوقت باش يتوصل باتبيعة الحال ومشاونا يلقوا فيها الحال كل من الاتحاد الأفريقي في تعملهم على لعبين المحلين وأيضا جمعة تونسية لكورة القدم قصد حماية لعبها من ابتزاز الأنديا الأوروبية لكن خنقتم موضوعنا بالمنتخب الوطني التونسي سيروتفي وعقدة البلد المنظم اللي توقع ترافقنا منذ فعاليات وبداية فعاليات الكوس الأفريقية خلأ أعطيك الأعوام اللي اخسرنا فيهم ضد البلد المنظم عام 62 وهزيمة ضد المنتخب الأذيوبي 63 هزيمة ضد المنتخب غانا البلد المنظم أيضا 78 والجيل الذهبي ببيئة الحال ضد المنتخب الغاني 82 هزيمة ضد المنتخب الليبي 96 وصلنا للنهائي هزيمة ضد جانب أفريقيا 98 بوركي نفسه 2000 نيجيريا أخيرا 2012 وهزيمة ضد جابون أيضا كانت البلد المنظم هي وغاني والله أرقام هذه إن شاء الله السناء كالسؤال وقته هذه هي شوف أنيس زاد فيها النوع من المكتعرف أنتك ما حكينا البداية من الحسة حكينا على مشاكل الكاف وقلق وعدم الانتظام في كل شيء دونك اختذت العادة أنه في بلد المنظم تم تعاطف كبير برشا مش إذا كما بلغوش معاه فيه فريقنا نذكره أحلى مثلا جميلات بلبيانة الكوب دافريق 96 كيفاش نهزمنا بالنهائي تحت ضغط كبير برشا دونك زاد مباراة نيجيريا بدوني كانت ابتتاح يومها خسرنا 24 ثم تعاطف ملكا في تعاطف من التحكيم إن شاء الله إن شاء الله لاتفادوها الحكاية هذه معناها أنا رأي أكثر منه تعاطف مش هزايا من كرة عيسى بتراها فرصة هذه كبيرة باش نتخلصوا من العقدة هذه عقدة البلد المنظم خاصة أكيد فرصة وخاصة فرصة مشيولي كينز معنا مش يفكنا من العقدة بتال البلد المنظم ويوصلنا إن شاء الله لدور نصف نهائي لأنه عنا مدة في ريمون لأنه لازم نوصلوا للبوديوم فرصة للمدرب فرصة لللاعبين مش يفرحوا الشعب تونسي الكل دونك إن شاء الله يا ربي معنا نكونوا في المستوى ونحقوا المطلوب إن شاء الله إن شاء الله نحقوا المطلوب يوم السابق ونطاش هو بتبيعة الحال ضد البلد المنظم غيني الاستوائية ونكذبوا كل الفرضيات هذه احنا نكون وصلنا إلى خيتام هذا المعود شكرا لك سيروت في أعطيك ساحة شكرا ناني خارد الموالي مشكور جدا وعيسان بردين سيأتيك ساحة لحضور معنا اليوم أجمل تحية كل فريق تسمى الخير ناس كل شكرا للمشاهدة